يعقوب عليه السلام ذكر الله من خبره مع بنيه في سورة يوسف ما هو معروف من أنه أحبى ابنه يوسف حبا عظيما فكان من حاله ما هو مقصوص في تلك القصة لما غاب عنه وذهب حيث وجد من فقدانه و من بعده آلما شديدا ابتلي به حتى فقد البصر من شدة ألم فقده لولده لكنه في كل ذلك كله كان صابرا حتى قال الله جل حتى قال في ذكر ما حصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تلمن في كلامه ورده على أولاده